اصطفى المئة من الفرنسيين للمشاركة في التكريم الشعبي للرئيس الراحل جاك شيراك الذي توفي الاسبوع الماضي واثرت وفاة شيراك في فرنسا الذي قضى في سدة الحكم 12 عاما الحزن حيث حضر المئة للتوقيع في سجلة التعازي وتوجيه الكلمة الاخيرة للرئيس الذي يعتبره البعض ابا لفرنسا نعم لانه كان الرئيس ولانه انسان وذلك يعني انه عندما كان يلتقي بالناس لم يكن يتردد في مصافحتهم وكان لطيفا مع الجميع اود ان اكتب له من اعماق قلبي كان رجلا له كارزما وكان امينا كان قريبا جدا من الناس ويمكن القول بانه كان ابا لفرنسا حددت عبارة شيراك مواقفه على الساحتين الفرنسية والعالمية فهو الذي اطلق منذ 2002 عبارة بيتنا يحترق في مواجهة التغيرات المناخية كما انه لم يتردد في قول لا للغزو الامريكي البريطاني للعراق بالنسبة لي كان رجلا غير عاديا كانت له نوازع انسانية كبيرة منها رفض تدخلي في العراق وخطة مكافحة السرطان ورعاية الصحية الاجتماعية ويأتي تكريم الشعبي عشية الحداد الوطني اذ تقام مراسم تأبين رسمية يحضرها اكثر من ثلاثين رئيس دولة وحكومة اجنبية ويعد شيراك رمزا من رموز السياسة في تاريخ فرنسا الحديث حيث تولى الرئاسة الفرنسية مرتين ورئاسة بلدية باريس ثلاث مرات كما تولى منصب رئيس الوزراء مرتين وتميزت سياسات حكمه بالتأكيد على حس التعايش الوطني ودور فرنسا الدولية